إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا بد لنا إلى معرفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام شكرا